في تطور هو الأول في نوعه الذي تشهده الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة منذ عام 2006 توسعت رقعة القصف بالصواريخ من جنوب لبنان مسجلة مناطق جديدة على لائحة الاستهداف نهارية، عكا، وشمال حيفا مناطق أعلنت كتائب القسام قصفها ب16 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة ويعد الاستهداف تطورا جديدا من حيث المدى ومن حيث الشعاع بعدما بلغ نحو 28 كيلومترا ووصل إلى منطقة الكريوت شمال حيفا التي تعد تجمعا سكانيا بتعداد سكاني يلامس 220 ألف نسمة وهو استهداف يدلل على أن المقاومة عندما تصل إلى مدى محدد فهي لا تتراجع عنه وفقا للظروف وتطور الأحداث الاستهداف في الشمال تزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب في وسط الكيان انطلاقا من قطاع غزة في الجنوب تقاطع وضع عاصمة الكيان وعاصمة الشمال حيفا تحت النار في وقت واحد تطور لم يكن بعيدا عن حالة رد المقاومة على الإمعان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وهذه عاصمة الكيان أصبح لدينا عاصمة الكيان تحت النار وعاصمة الشمال اقتربت من النيران هذا سؤال كبير ماذا يفكر كتاب القسام ولماذا يرد بهذه الطريقة على المجازر والمدنيين هنا ربما إشارة وبعض المصادر تقول أنه لا بد من الاتفاة إلى ما حصل اليوم وما يحصل في هذه الساعات التي تأتي والساعات التي سبقت تحديدا بموضوع التهديد والتلميح إلى استهداف المشافي ومع توسيع المقاومة دائرة ضربتها الصاروخية من الشمال والجنوب تواصل تل أبيب الترويج لرواية أن المستشفيات في القطاع هي أماكن لإطلاق الصواريخ مزاعم تكشف عمق الأزمة والزاوية الضيقة التي بات الكيان محشورا فيها لتبرير جرائمه ضد المدنيين